رد الرسمي من النادي الأهلي حول التسريبات المزعومة وموقف إمام عاشور بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة حول تسريب تشكيلة الفريق الأحمر قبل مباراته المهمة أمام الزمالك وتورط إمام عاشور في هذا الأمر قامت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي بتفنيد هذه الإدعاءات وفي تصريح خاص لأهلي نيوز نفت المصادر المسؤولة جملة وتفصيلا وجود أي تحقيق مع إمام عاشور بسبب هذه التسريبات كما أكدت على حرص اللاعب وتفانيه في خدمة الفريق واستمرار دعمه له خلال مشواره مع الفريق أضافت المصادر أن إمام عاشور سيغيب عن مواجهة مازنبي الكونغولي بسبب عدم استعادته للياقته بنسبة كافية وبالتالي خارج حسابات المدرب مارسيل كولر لهذه المباراة يذكر أن مباراة الأهلي ومازنبي ستقام في استاد القاهرة وسط التوقعات بحضور جماهيرية كبيرة لمساندة الفريق في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا التوضيح يأتي لتبيان الحقائق وإزالة الشكوك التي قد تثار في مثل هذه الأوقات الحساسة وللتأكيد على استقرار الأجواء داخل الفريق وتركيزه على تحقيق النجاحات في المنافسات القادمة ترجمة نانسي قنقر